اخي كان يتفرج اخي كان يتفرج تليفون احده كمشي ناس محده هزودك التليفون هو من يتفقد التليفون وانه محدهش قالوا في نفسه كيف تزوته محده اخياره محالته اتبعته انتم ما اقفزتوا لي هذا قرائي دي لزرج فراصة ومشيتوا واحد منهم جيته لتضرب تابعه دربي monstir انا الذي ضربته يعني بالعلال موتو انتمو تعيشونا اسمتوا السامير اسمتوا السامير ماينا كنتون هنا Enjoy لكي نرى الدرين لكي نرى الناس شي نرى الدرين لحذابتوا سيطل لهم يغيب فقط الوعي ما الذي يحاولون أن يقوم في سبيطار لا يمكنه أرى حالته خطيرة على المريزجوم سوف نحن تحول الجوائح من الانبولانس من بعد دينا المريزجوم ما الذي دخلته تماما قلبه الطبيب قال لك هذا حالته خطيرة لا أريد أن نقوم بمناسبة للمشانها من ذلك تقول لديهم نص دماغه في نازيف دماوي وهذا نازيف دماوي لا يمكن أن نحن أن نقوم بمناسبة للمشانات الدري لا يمكن أن تجمد ذلك النازيف دماوي يجب أن أقول لكم شيئا أطلبوا لي عند الله سبحانه وتعالى شفا فأنا كنت نسلنا وحتى اليوم أقول لكم دائما 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 و أريد شيئا أخرى هذا السيد الذي هربان كان بثاف طرق قانونية يمكن أن يجيبه يمكن أن تشد واحد من عائلته و تأتيه و يحضر سألت أنني كنت أسمع أن هذا السيد هذا يخرج خارج المغرب وبطرق غير قانونية ليس طرق قانونية يعني ليس ليس المطار ليس ليس فيزا يعني يمشي بالزوار ثاني هذا الشيء أنا أسمعته مع الناس يعني هم يتبعون المصدر القانونية معنى أنه سوف يخرج بحالاته ثاني هذا السيد مزوج و عنده مرته على بره يعني يمكن أن يخرج بسهولة طالما أنه يخرج بشط طرق قانونية فالك حل واحد إلا ما درج ما نحن 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 بفوسنا يا إما يشد واحد من عائلته حتى يحضر هو يا إما المهم حقه يخصوا يبان ثاني بأي طريقة خصوا يبان لا روحا لله يا أزيزة روحا لله يا أزيزة بأي طريقة تحضر شكرا 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 شكرا